السلام عليكم كنت تتكلم عن النمط المتجنب في العلاقات وجاني تعليق عجبني صراحة حبيت أرد على هذا التعليق تحديدا التعليق كان يقول إيش أنه هل هذا الشخص تقتصدين أنه هو مريض نفسيا وهنا عندنا مشكلة إحنا في المجتمعات العربية أنه لما نقول أنه في شخص عنده مشكلة نفسية أو مثلا عنده جروح طفولة أو كذا يتقيلون إنسان هذا إنسان مدمر عايش في غرفته في ظلام مدري إيش كذا يعني عارف كذا هذا الصورة اللي يمكن تغطر في بالإنسان بس خلينا أوضح لكم النقطة هذه لأنها مهمة جدا صراحة النمط المتجنب هو بالعكس شخص جدا ناجح في حياته العملية جدا جدا يعني حتى يكون عنده مشاريع مثلا ويكون عنده شاطر في الإدارة شاطر في أشياء كثيرة فحياته العملية توب ما شاء الله تبارك الله ما عنده إشكالية فيها حياته المجتمعية برضو ما فيها مشكلة بشكل واضح هو عنده مشكلة وحدة فقط عنده مشكلة وحدة فقط إيش هي اللي هو يسمونها المهارات اللي يحتاجها يحتاجها الإنسان للتعامل في العلاقات القريبة جدا أو العلاقات الحميمة أكثر شيئا يمكن زي مثلا الصداقات القريبة أو الزواج هذه الأشياء اللي بتظهر هنا مشكلته فيها وهذه من الأشياء أيضا تجننه لأنه ليش هو ناجح في كل شيء ثاني وهو بس فقط فاشل في العلاقات فبردو هذا شيء قاعد يجعلنا أنه صح بالنمط المتجنب مش فاهمه فهو يفكر أنه الناس هي اللي عندها المشكلة بما أنه هو ناجح في كل شيء ثاني معناها المشكلة في الناس صح؟ يعني برضو تحليل منطقي بالنسبة له لكن الخلل عنده هو عنده في مسألة علاقات الحميمة فقط علاقات العاطفية القرب الشديد من الناس هذا الشيء اللي متعبوا فأنيويز خلينا نقول لكم إيش لهذا الفكرة إنه الإنسان لما مثلا يصيبك جرح في جلدك يأخذ فترة ويتعالج يصيبك كسر في رجلك يأخذ فترة ويتعالج كذلك الصدمات النفسية للإنسان بتأخذ فترة ويتعالج ولكن لا بد أن الإنسان هذا عشان يتعالج ويتعافى من صدماته النفسية اللي حصلته في الحياة لازم يكون عنده نضج فكري وعاطفي وتفكير يعني معقول في الحياة عشان يتعافى بوحده هو حيتعافى لكن لو عنده المؤهلات لهذا النجاح لهذا التعافي من هذا الجرح من هذا الصدمة ولكن في أشخاص ما عندهم ذلك النضج العاطفي أو النضج الفكري أو التعامل مع المشاكل والأشياء هذه كلها فهنا رح يحتاجوا يمكن مختص يساعدهم من يتعافوا من هذا الجرح ويفهمهم مين المشكلة ليش هم ما قاعدين يتعافوا من هذا الجرح يعني في ناس مثلا يكونوا خرجوا من العلاقة قبل سنين لكن الآن ممتألمين هذا يعني هم عندهم نقص أو مش عارفين يتعاملوا مع المسألة هذه فالذهاب المختصين في هذه الحالة جدا مفيد صراحة أنا أنصح فيه كثير كثير مرة لأنه ما فيه جرح ما يعني يبرى إن شاء الله كل جروح قابلة للبر إلا إذا الإنسان قاعد يغذي فيها ويحط فيها أشياء سلبية وكذا ما رح يشوفها طبعا فهذه الفكرة يعني صدمات الطفولة أو جروح الطفولة هي الأصعب صراحة لأنها حصلت في وقت الإنسان ما كان مدرك فيه ما كان مدرك فيه الإدراك حقه ما كان كامل ففسرها تفسير خاطئ ففسرها تفسير خاطئ كأنه أنا مثلا إنسانا مش كويس أنا فيني مشكلة أنا فيني عيب أنا كذا كذا وخزنت أيضا في العقل الباطن هذه كل الأفكار السلبية والآن هو قاعد يعيش على هذا الأساس وبأنها هي في عقل الباطن من زمان جدا هو ما رح يحس فيها وما رح يحس أنه عنده هذه المشكلة إلا لما يأتي العلم أنه فعلا أنت قاعد تصرف هذه التصرفات لأنه عنده كذا 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 طبعا ممكن حينكر في الأول يمكن نحس بأنه لا لا مستحيل أنا عندي هذا الشي وكذا وكذا لكن في نهاية لما ينتبه يعرف أنه بلعب العكس يعني هو عنده هذه المشكلة يعني أنا مثلا النمط المتجنب هذا سبحان الله يعني لما تجي تقرأ عنهم كلهم نفس الحركات نفس الشكل يعني مش حاجة مش حاجة جديدة إحنا قاعدين نفتكرها ولا شيء كذا كثير من الناس عنده نفس النمط ويتصرفون بنفس التصرفات في نفس المواقف يعني الشيء يعني مدروس وصارت إدراسات وبحوث وكل حاجة فالواحد لا يعني يقعد يقول يفتكر نفسه أن مشكلته هي مشكلة صعبة وغير قابلة للحل كل المشاكل إن شاء الله قابلة للحل لكن الإنسان يكون منفتح على الحلول ويسمع من المختصين ويسمع من الآخرين وخليه يعني متقبل للأفكار المغايرة إن شاء الله بالتوفيق رب العامين السلام عليكم